اللهم صلي وسلم وابارك على سيدنا محمد وعلى ليه وصحبيه وسلم تعالوا النهاردة نعمل غدا حلو اقتصادي من غير تكلفة واكلة حلوة ان شاء الله هتعجبكم يلا بنا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد مبدئيا كده جبت بصالية متوسطة أطعت يعني أتحطيت عليها معلقة سمنة وشوحتها كده لحد مدتني اللون الدهب الفاتح ته وانا غسل رزه ونقعه وحطيته حطيت بقى عليه شوية كمون شوية فلفل اسود ومكعبين مرأة لو عندك شربة ما تحطيش مكعبات ودي بولة عدس برضو غسلها ومصفيها وهقلبه عليه كده لحد ما ايه يتشوح كله كده مع بعضه ويديني ايه يعني اللمعة الحلوة دي حط بقى شوية ملح ونصبط الملح عشان في مكعبات ده بقى الكشري الاسكندراني الاصلي تمام الطريقة دي حلوة وبتبقى مفلفل كده وجميل بس يخلي بالك العدس ما تبقيش نقعية ما تزودش مية علشان ما يتهريش معاكي ويشرب كل السمنة او الزيت اللي في الرز يبقى مطفي وما يبقاش حلو معانا بقطعت كمية البطاطس اللي انتي محتاجاها حطيتها تتسلق وحطيت عليهم تلت بطاط كده انا شوية كمون شوية ملح وشوية زيت درة وههرسهم كده بصوا شوية الزيت قليلين ازاي وههرسهم بقى كده ايه وتبقى اكلة اقتصادية لكلفنا ولا حاجة وخدنا قيمة غزائية وخدنا فايدة وخدنا اكل يعني اكلة حلوة وما كلفناش بقى مش لازم يكون فيها لحمة ولا سمك ولا فرق هو مش اساسي يعني بس المهم نحبش ونعمل اكل حلو يكون طعم كده ومتزبط ويكون يعني ايه نحبش حوالي يعني معايا كده مش مش لازم نكلف جامد في الايام الصعبة اللي احنا فيها دي ربنا يعديها على خير يا رب خلاص الحمد وللات غدنا الاكل والله كان جميل الكشر يدي طعمه حلو جدا عايزة تعملي معه صلطة عايزة تعملي جنبيه صلصة مشطشطة كده عايزة تقلي جنبيه فلفل وبتنجان براحتك خالص بس احنا قلنا كفاية ايه مش محتاجين زيود زيادة يعني تمام خلصنا واكلنا والحمد لله والشكر لله فضل ونعمة من عند ربنا ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال لازم نحاول نتصرف كده نعمل حاجات يعني على قد ادينا ومش كل الناس تقدر تجيب في الظروف اللي احنا فيها دي يعني لحمة او فراخ او سمك على طول فلازم نحاول نشوف اكلة كده اقتصادية وتكون حلوة ونحاول نصرف امار تمام خلصنا اضافنا البتجاز وعملنا خلنا زي الفل انا بقى عايز اقول لكم انا عند بنتي مش في البيت عندي اللي امتبعني بقى هيعرف ان المطبخ مش هو الحوض مش هو البتجاز مش هو تمام انا رحت عندها يومين كده بتقول لي هنعمل اكل قلت لها بقول لك تعالي نعمل اكل كده ايه اكلة خفيفة ومش مكلفة وربنا يحلها يوم بيوم كده وربنا ايه يحل الامور ان شاء الله تمام هنخسل بقى الموعين ونزبط الدنيا كده وبسرعة بسرعة كده علشان ايه انا ما بحبش اقف مطبخ مكركب ولا ايه اسيب بعد الغداء كده اسيب الدنيا تضرب تقلب انا حب اروأ الدنيا كده واخلي المطبخ دايما زي الفل ودي عدتي والست النظيفة بتبان من مطبخها وحمامها بصراحة شقتها كلها لازم تبقى زي الفل بس انا لو دخلت مطبخ عند واحدة لقيته مكركب لقيت الحض في موعين لقيت مثلا بواقي الاكل كتمة الحض كده ساعات والله ساعات في ناس كتير كده بواقي الاكل بتبقى كتمة كده وتلاقي في مياه كده وفي موعين يععباء على المنظر فانا بحب ايه الست النظيفة الشطرة كده اللي طول الوقت ايديها في الحض وفي المطبخ وطول الوقت الدنيا نظيفة وريئة ومترتبة وكله تمام تمام البتجاز نظيف ما شاء الله على هي دايما مخالية زي الفل بس برضو قلت ايه يعني اي ترتشة اي حاجة كده علشان ما يبقاش في زيوت ولا اي حاجة يفطل نظيف وزي الفل بدل ما تقول لي يا ماما وقفتي وبهدلتي لي وهي طبعا ما بتقولش لان انا ما بعملش كده بس دا لو عملت كده هتقول تمام نخسل بقى الحاجات وانزبطها وانا بص وانا بخسل كده باخد احط على فوطة وصفي الحاجات على ما خلص تكون كل حاجة تصفت امسك بقى ايه الدنيا الم كل حاجة تاني ورايا الحاجات اللي تصفت اشيلها والبتجازة اه يعني ارتبه تاني وحط عليه كل حاجة ويبقى كده كل حاجة تمام يا جماعة رحمة بالرجالة والظروف صعبة مش لازم كل يوم تقف على حاجة يعني لحمة او سمك او فراخ ممكن اوي اي حاجة شوية كشري مصري عادي اللي هو مكارونا وصلصة الحاجة شوية كشري اسكندروني عادي شوية بطاطس مهروسة عادي بطاطس محمرة وبتنجان وحاجات وشوية مكارونا كله الدنيا بتمشي يعني مش كل الناس تقدر تجيب الاكل المكلف ده بصراحة فاحنا بنعمل فيديوهات على قد الايد والاكلات اللي نقدر كلنا نجيبها ونعملها شوية رز على شوية عدس شوية بطاطس والدنيا بتمشي وربنا يفكها علينا جميعا يا رب والظروف دي يا رب كده اتمنى انها يعني تتغير اتمنى والله بس الحاجة لما بتغلى خلاص يا هي بترفع بقى ما بتنزلش فربنا يعني احنا نسيبها على الله ونقول يا رب ونرمي حمولنا على ربنا وان شاء الله ربنا يفكها من عنده تمام انا بخسل بس البتاع بتاع البوتجاز كده وانا بتكلم معاكم علشان كل حاجة زي ما قلنا تبقى زي الفل تمام هنكمل يعني كل ما اعمل اكل اقتصادية كده ان شاء الله هنزلها علشان بصوا يعني احنا كلنا بنحتار يعني دايما كنت ايه زمان والله اكلم اختي عاملة اكل ايه عشان اغش منك النهاردة اكلم مامتي عاملة اكل النهاردة عشان اغش منك فالواحد فعلا بيحتاج ان هو ايه بيبقى صاحي كده دماغه وقفة وكل يوم حيرة فلما نلاقي حد كده بيعمل حاجة ونعمل زيه دي حاجة كويسة جدا يعني دي حاجة كده والله من عند ربنا فضل ونعمة من عند ربنا ونشوف الطريقة كمان وبصي انا اهم حاجة عندي والله العظيم اني ازبط الاكل واقولك اهم حاجة النظافة نضافي الأكل اهتمي اهتمي بتعمه اهتمي بنضافته اهتمي بشكله أقل حاجة من إيدك هتبقى زي الفل وهتبقى جميلة وانتي وقفت كده تعمل الأكل استغفاري كتير صلى على النبي كتير وحدي الله عارفة انتي والله العظيم ربنا هيحط لك البركة في كل حاجة في حياتك في أولادك وهيكلوا حاجة يعني تبقى ايه عارفة كلها بركة كده وتمر عليهم اللحمة والفراخ بقى والحاجات دي يعني ربنا يلطف بينا يا رب ويعديها على خير يعني مش أساسي بقى خلاص احنا نعمل موضوع ده كل فترة يعني كل أسبوع كل أسبوعين ناكل مرة فراخ ناكل مرة سمك ناكل مرة لحمة يعني مش اللحمة دي بعيدة قوي يعني ده كل البعد ربنا يرزقنا جميعا يا رب ويوسع أرزقنا وبلاش نزن على الرجال عشان ما تحسش إنها مخنوقة علشان إحنا في ظروف صعبة وربنا يكون فعونهم وبالذات بقى الناس اللي عندها دراسة ودروس ومدارس ومصاريف وطلبات المدارس فمش يبقى ده وكمان أكله والطلبات البيت تبقى كتير عليهم ربنا يكون فعونه تمام عايزة أقولك المطبخ لازم تنامي والمطبخ زي الفل كده ويا رب الفيديو يعجبكم ادعمونا باللايك والاشتراك يلا